يا مساء الخير وأهلا بكم وحلقة جديدة من عالم العالمين مزالت أيام وليالي مهرجان العالمين الجديدة مستمرة فعاليات كتير كل يوم بيعيشها جمهور مهرجان العالمين فعاليات موسيقية وطرفهية ورياضية متميزة ومستمرة على مدار 45 يوم والحد آخر شهر أغسطس في الحقيقة مبارح كان يوم أصدقه حلوة جدا جدا وردود الفعل عليه كانت حلوة قوي وده بسبب طبعا حفلة الفنان الكبير كازم الساهر واللي كان جمهوره جايله من كل مكان ومن كل الأعمار يمكن النهاردة هنستعرض مع حضراتكم الحفلة كانت عاملة إزاي والأصدق كانت عاملة إزاي لكن كمان النهاردة يوم مميز في العالمين وفعاليات كتيرة مختلفة وجديدة في البداية كده مع الفعاليات الرياضية اللي فيها تنوع كبير بين الفعاليات داخل الملعب وباستخدام الكرة على رأس تلك الفعاليات النهاردة هنشوف كرة القدم يعني على أولوية الفعاليات الرياضية وفيه تحدي إقطع مع محمود عبد الحكيم اللي بتنافس فيها نجوم الكرة المصرية مع عدد من المتسابقين على قطع الكرة والمروغة وتسجيل الأهداف فيه كمان بودكاست كده للعالمين اللي هيستضيف أهم النجوم اللي احنا بنحبهم وبنسمع منهم أسرار يمكن بيقولوها لأول مرة كمان النهاردة لكل محبي الفن الجميل حفل الفنانة الكبيرة ماجد الرومي واللي بيقام على مصرح العالمين أرينا بالمناسبة الفنانة ماجد الرومي يعني مقلة جدا في حفلاتها فالنهاردة هتكون فرصة حلوة قوي لكل عشاءها وعشاء الفن الجميل والصوت المميز لماجد الرومي والأغاني والقصائد والكلمات الحلوة اللي أغانيها يعني بتتميز بيها إنهم يستمتعوا بأغاني والصوت الجميل جدا جدا للنجمة الكبيرة طبعا ماجد الرومي إحنا النهاردة هننقل حضراتكم لحظة بلحظة اللي بيحصل داخل مهرجان العالمين والفعاليات اللي فيها فخليكم تابعينا